موسيقى أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة الصف التاسع في الدرس الثاني من دروس الإملاء في الفترة التعليمية الثالثة وعنوان درسنا لهذا اليوم هو مواطن همزة القطع يتوقع منكم أعزائي الطلبة بعد مشاهدة الحصة أن تكونوا قادرين على تعريف همزة القطع التمثيل على مواطن همزة القطع كتابة همزة القطع كتابة صحيحة وقفنا في درس الإملاء السابق على مواطن همزة الوصل وهي أمر الفعل الثلاثي غير المهموز مثل اسمع اسجد ابدأ ماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره مثل انتفع 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 ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره مثل استخرج استخرج استخراج الأسماء العشرة ابن ابن اسم امرأ امرأ ومثناها اثنان اثنتان ايم الله ايم الله الله التعريف وقلنا إن همزة الوصل هي همزة تأتي في بداية الكلمة فقط وينطق بها إذا ابتدأنا بها الكلام أما إذا وقعت في درج الكلام فلا ننطقها وعرفنا أن همزة الوصل تكتب ألفا دون همزة فوقها أو تحتها وأما همزة القطع أعزاء الطلبة فهي نقيضة لهمزة الوصل لنتأمل الأمثلة الآدية أولا أصحاب الأرض نحن لا غيرنا ثانيا قال المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم والمتنبي شاعر العربية الأكبر أين الكلمات التي احتوت على همزة مكتوبة ومنطوقة أصحاب الأرض أنا الأعمى أدبي أسمعت معظم هذه الكلمات وقعت في درج الكلام أي في وسط الكلام عدا كلمتي أصحاب أنا ولو وضعنا هاتين الكلمتين أيضا في درج الكلام لنطقنا الهمزة فيهما لنستمع قلت لأخي نحن أصحاب الأرض لا غيرنا فقال وأنا على يقين من ذلك ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن همزة القطح تكتب وتلفظ سواء أوقعت في بداية الكلام أم في درجه لنستمع إلى النص الآتي وافتحوا عيونكم وآذانكم وكلوبكم معي أكمل إبراهيم طريقه إلى الخليل مطمئنا إلى سيارته الجديدة المجهزة بكماليات التكنولوجيا الحديثة فأسرع يطوي الطريق بمركبته كمن أقلع بطائرة نفاثة لا يعبأ ببعد مسافة أو قربها لم يستمع لتحذير المركبات التي تقابله وأخذ يشتاز السيارات التي أمامه ويتعداها لكن صوتا نقيا بريئا أتاه من الكرسي الخلفي قائلا لا تسرع يا أبي إني أخاف أعدني إلى البيت فانتزعه الصوت من غفلته وبإدراكه لخطورة الأمر كبح جماح مركبته وخفف سرعته وتدارك مصيره ومصير أطفاله قبل أن يفوت الأوال أعزائي الطلبة ما الفكرة الرئيسة في النص السابق؟ الفكرة هي عدم الإسراع في السياقة وعدم التهور فيها أين الكلمات التي احتوت على همزة قطع؟ استمعوا الكلمات هي أكمل إبراهيم إلى أسرع أقلع أو أخذ أمامه أتاه أبي أخاف أعدني إدراكه أمر أطفاله أوان بداءا على ما سبق أعزائي الطلبة لنستنتج تعريف همزة القطع هي الهمزة التي تكتب وتمطق في بداية الكلام أو في درجه وتكتب فوق الألف إذا كانت مضمومة أو مفتوحة مثل أمجد أسامة لاحظوا أعزائي الطلبة في كلمة أمجد الهمزة مفتوحة فكتبت فوق الألف وفي كلمة أسامة والأسامة الأسد وفي كلمة أسامة مضمومة كتبت أيضا فوق الألف وتكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة مثل إمام إسراء والآن أعزائي الطلبة كما تعرفنا إلى مواطن همزة الوصل في درس سابق سنتعرف الآن إلى مواطن همزة القطع وهي ستة مواطن لاحظوا معي المثال الآتي أخذ المظلوم حقه أخذا بالقانون وأسف الظالم على فعلته أسفا أين الكلمات المبدوعة بهمزة وما صيغتها؟ أولا أخذا صيغتها فعل ماضي ثلاثي مهموز ثانيا أخذا صيغتها مصدر أخذا فهي مصدر الماضي الثلاثي المهموز ثالثا أسفا صيغتها فعل ماضي ثلاثي مهموز فأسفا تشبه أخذا من حيث البنية رابعا أسفا وصيغتها مصدر أسفا فهي مصدر الماضي الثلاثي المهموز لاحظ عزيز الطالب في هذا المثال لدينا صيغتان لا ثالثة لهم الصيغة الأولى فعل ماضي ثلاثي مهموز والصيغة الثانية مصدر الفعل الماضي الثلاثي المهموز نستنتج من ذلك نستنتج أنه في ماضي الفعل الثلاثي المهموز ومصدره تكون الهمزة همزة قطع الموطن الثاني لنتأمل المثال الآتي أفاض الله من الخير على الصالحين إفاضه فقالوا اللهم أفض علينا قليلا من كثير علمك أين الكلمات المبدوئة بهمزة قطع وما صيغتها أولا أفاضه صيغتها فعل ماضي رباعي ثانيا إفاضه صيغتها مصدر أفاضه فهي مصدر الماضي الرباعي ثالثا أفض صيغتها فعل الأمر من أفاضه فهي أمر الماضي الرباعي ونستنتج من ذلك أعزائي الطلبة نستنتج أن همزة ماضي الفعل الرباعي ومصدره ومصدره وأمره تكون همزة قطع الموطن الثالث لندقق في النص الآتي قال محمود درويش وهو شاعر فلسطيني من قرية تسمى البروة وهي الآن غير موجودة لأن الاحتلال الإسرائيلي قام بمحيها عن وجه الأرض قال سأصير يوما ما أريد سأصير يوما شاعرا لغتي مجاز للمجاز فلا أقول ولا أشير أين الكلمات المبدوئة بهمزة قطع وما صيغتها الكلمات هي أصير أريد أقول أشير وهي كلها أفعال مضارعة ماذا نستنتج من ذلك أعزائي الطلبة نستنتج أن الفعل المضارع المبدوء بهمزة تكون الهمزة فيه همزة قطع الموطن الرابع لنستمع جيدا إلى النص الآتي أحمد وأكرم وإبراهيم وأحلام وأريج وأفنان حصلوا على علامات تامة في اختبار اللغة العربية أين الكلمات المبدوئة بهمزة قطع أحمد أكرم إبراهيم أحلام أريج أفنان فما صيغتها هي كلها أسماء من غير الأسماء العشرة ماذا نستنتج من ذلك أعزائي الطلبة نستنتج أن جميع الأسماء المبدوء بهمزة تكون همزتها همزة قطع ما عدى الأسماء العشرة فالهمزة فيها همزة وصل الموطن الخامس لنتأمل النص الآتي قال سمير لفاطمة عدي بعض حروف المعاني فقالت من حروف الجر إلى ومن حروف النصب أن وإن ومن حروف العطف أو وأم ومن حروف الاستثناء إلا أين الحروف المبدوءة بهمزة قطع؟ إلى أن إن أو أم إلا ماذا نستنتج أعزائي الطلبة؟ نستنتج أن جميع الحروف المبدوء بهمزة تكون همزتها همزة قطع الموطن السادس والأخير بعد أن سأل سمير فاطمة عن بعض حروف المعاني قالت له عد لي الضمائر المبدوءة بهمزة فقال الضمائر المبدوءة بهمزة ستة خمسة في ضمائر المخاطب وواحد في ضمائر المتكلم ففي ضمائر المخاطب هي أنت وأنتما وأنتم وأنتي وأنتن وفي ضمائر المتكلم الضمير أنا أين الضمائر المبدوءة بهمزة قطع في النص السابق؟ أنت أنتما أنتم أنت أنتنا أنا ماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج أن جميع الضمائر المبدوء بهمزة تكون الهمزة فيها همزة قطع نستنتج من كل ما سبق أولاً همزة القطع تكتب وتنطق سواء أوقعت في بداية الكلام أم في درجه ثانياً تكتب همزة القطع فوق الألف إذا كانت مضمومة أو مفتوحة مثل أسعد وأميمة وتكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة مثل إلياس وإليسة ثالثاً مواطن همزة القطع ستة وهي أولاً ماضي الفعل الثلاثي المهموز ومصدره مثل أكل أكلاً أما إمامة ثانياً ماضي الفعل الرباعي وأمره ومصدره مثل أسرع أسرع إسراعاً ثالثاً الفعل المضارع المبدوء بهمزة مثل أحب أكتب أسافر أصلي رابعاً كل الأسماء عدل أسماء العشرة مثل أخ أقلام أولئك أمير أسيل خامساً كل الحروف المبدوء بهمزة مثل أن إن ألا إلا إلا سادساً كل الضمائر المبدوء بهمزة وهي أنت أنتما أنتم أنت أنتنا أنا لنقف على هذا التدريب اللطيف أعزائي الطلبة نستخرج الكلمات المبدوئة بهمزة قطع موضحين السبب قال رجل ينصح ابنه أنت يا بني أدركت العلم صغيراً وإن الإفهام يصدر من عقلك المليح ولسانك الفصيح فانظر فيما ينفعك وأمل نفسك بالخير وإن دعاك أحد لإغاثته في أمور العلم فلا تمنعه من ذلك شيئاً الكلمات هي أنت لأنها ضمير أدرك لأنها ماضي الفعل الرباعي إن لأنها حرف هي حرف نصب أمل لأنها أمر الفعل الماضي الرباعي المهموز أمله إن لأنها حرف فهو حرف شرف أحد لأنها اسم إغاثة لأنها مصدر الفعل الماضي الرباعي أغاثة أمور لأنها اسم وهي جمع أمر مهمة تعليمية أولا استخرج الكلمات المبدوئة بهمزة قطع معللا سبب رسمها قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ثانيا لا يستطيع الإفهام إلا من فرغ قلبه للتفهم صوّب الأخطاء الإملائية المقصودة فيما يأتي أولا أهدى المتفوق نجاحه لوالديه ومعلميه ووطنه ثانيا إذا أراد السائق السلامة له ولغيره فعليه الالتزام بقوانين السير هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا وقبل أن أستودعكم أتمنى عليكم أن تشاهدوا الموقف غير مرة عبل الرابط أو الكود الظاهر أمامكم في أسفل الشاشة علما نافعا وجهدا مثمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا